احنا في الجزائر عندنا منظر طبيعية كان فيه معالم سياحية كان فيه آثار والمعالم سياحية هذه الموجودة متنوعة منها اللي تدخل في الآثار تدخل في التاريخ تدخل في الثقافة منها اللي متعلقة بالدين كان أماكن دينية الآن رأي صار عنا الجامع الكبير يدخل في هذا الإطار تاسيح معلم ديني معلم ديني حضاري بإمكانه أن تستغل الجزائر حتى باش يعودوا أن الناس يجيوا له وربما من غير الجزائريين ومن غير المسلمين ربما يجيوا وربما منهم من يتأثر ومنهم من يدخل للإسلام وكان هناك معالم أخرى يعني مثل في طارتع المساجد الحمد لله رحمل أن فيه مساجد على المستوى الوطني ولكن فيه معالم دينية يعني كما مثلا جامع انتع وسم انتع قسنطينا جامع انتع وهران هذه فقط في المثل في أمور تعدين وكان بالإضافة إلى ذلك كان أماكن بإمكان هو أنه الآن الناس تستغلها كمعالم تدخل في إطار سياحة قال مثلا بيت الشيخ البشير الإبراهيمي بيت الشيخ عبد الحمد بن بديس بيت قال مثلا شيخ الفوضل الورتيلاني بالإضافة إلى أنه رحم عندنا مجاهدين وعندنا أبطال بإمكان هذه الأماكن هذه هو أن تتحول إلى أماكن سياحية سياحية بامتياز قال هذا بيت أميروش هذا بيت عبان رمضان هذا بيت كريم بالقاسم هذا بيت بومدين هذا بيت بن بلا هذا بيت منش عارفنا شخصيات عديدة من المجاهدين هذا العربي بن مهيدي مصطفى بن بولعيد إلى غير ذلك من المجاهدين ومن الشهداء رغم أن الحمد لله مجاهدين وشهداء أن التاريخ يعني عريق هو أن الناس فقط تقدر كيفاش تستغل ورح إن شاء الله نعطيه أفكار هكذا من خلال هذا النقاش على جلباش نساهمه ولو باقتراحات هكذا لعل فيه ناس رحين يخذوا بنصائحنا أو يخذوا بانتقاداتنا البناء أو يخذوا باقتراحاتنا فهناك يعني معالم كثيرة في الجزائر تقدر الناس هو أن تستغلها في مجال سياحة عندنا الأثار هذه الرومانية حمامات المعدنية موجودة في عدد من مناطق البلاد بالإضافة إلى ذلك الصحراء كأن هناك مجالات مختلفة فيها مناظر تقدر الناس تستغلها بالإضافة إلى أن هناك صناعات تقدر الناس تستغلها في الصحراء قال الرمل رأينا شفنا هنا رأينا درست في السياحة وشفت يعني أماكن هكذا كأن الناس خوطنا من خوطنا في الصحراء ابتداء من بوسعادة وطلع كأن الناس اللي هما يستخدموا الرمل يعني اللي صناعة تحف فنية رائعة هذا كمثال بالإضافة إلى ذلك الواحات أنت أنا خيل ما تبقاش السياحة أنت أنا فقط مرتبطة بالفنادق والمطاعم السياحة هذه راه على بل كبالي قطاع قطاع كبير مثلا الأشياء اللي يدخل في السياحة الزجاج يقدر الناس يصنعوا منه تحف في النية النحاس تقدر الناس تصنع منه تحف في النية الأليمنيوم الجبز هذه فقط مواد مواد تقدر الناس تصنع منها تحف في النية رائعة وتدخل في إطار تها السياحة وخلي منتها الخزف هذا خلي انتع من هذا يعني كان هناك مواد أخرى لتقدر الناس تصنعها بالإضافة إلى ذلك الألبسة التقليدية رأوا عنا مثلا نحن في الغرب الجزائري كان كما يقوله الانظرات المسانية والوهرانية كان في الشرق الجزائري الفرغاني والجبة القسنطينية السطيفية إلى غير ذلك من الأشياء تقدر تكون فيه متاحف تقدر تكون في كل ولايات يعني مش بالضرورة هو أنه تكون السياحة قال مثلا في ولاية تقدر تكون السياحة في كل الولايات وكاينة أماكن اللي تقدر تكون ما عندهاش معالم سياحية ما فيهاش تقدر تكون فيه صناعة فقط تقليدية هذه الصناعة التقليدية تقدر تتحول شيئا فشيئا إلى بواب للسياحة والسياحة مرتبطة بقطاعات أخرى يعني قال مثلا قطع أنتها شؤون دينية يقدر يتعاون مع القطع أنتها سياحة أنه قبل جبت مثلا معالم دينية يقدر يكون فيه تعاون الثقافة نفس الشيء يقدر يكون فيه تعاون مع أنتها سياحة ثقافة قال مثلا تجبت فيه المصرح تجبت فيه مثلا الموسيقى رياضة أيضا تقدر تدخل في إطار تأسياحة وكان هناك نشاطات مختلفة تدخل في إطار تأسياحة ويكون فيه تعاون بين هذه القطاعات النقل نفس الشيء النقل البري والبحري وحتى النقل الجوي يكون فيه تعاون بين هذه القطاعات تقدر مثلا قال الصحراء بدلا من أن الناس مثلا في قال مثلا ما لابليش أنا في إسبانيا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أي دولة من هذه الدول تا الغرب بدل من أن الناس تروح مثلا العاصمة ومن بعد قال ما لابليش أن تروح الورقلة ومن ورقلة تروح البشار ومن بشار قال تروح أنت تمرست ولا الأضرار ولا ذلك مباشرة ترتبط بخط مباشرة الأضرار ولا مباشرة تمرست والناس تسمى تعمل في طار سياحة هذا بحيث أنه تكون هناك تخصصات يعني مش قال سياحة عامة تخصصات قال مثلا السياحة السحراوية الناس تدير عليها بالإضافة إلى قطعات أخرى تكون فيه تخصصات وحتى مثلا في الأمر هذيك أنت الطبخ نفس الشيء تكون فيه تخصصات لأنه شفت مناظر طبيعية رائعة ومناخ معتدل وقطع سياحة قادر هو يجلب أموال كبيرة من العملة الصعبة كما أنه قادر يوظف كثير من من الناس بالإضافة إلى ذلك قادر يساهم هو في الاقتصاد لكن هناك أشياء التي هي نأخذها بعين الحسبان فما تقدر تدير مثلا سياحة ولما يكون الأمن ما كان حين رأي نشوف مثلا في هذه المدة الأخيرة كأن هناك أزمات بالتالي لابد هو أن الناس تساهم في حل هذه الأزمات قبل قبل من تايا تنهض بالقطع متنسيا للقطعات الأخرى يعني القطعات لازم تكون تخدم مع بعض حين رأينا مثلا في أماكن مثلا تركيا ما راهيش طوب على سون بورصة ولكن عندها طابعها في المأكولات في المعاملات بالإضافة إلى ذلك ولو هو أنه رأي فيه فيه بعض الأماكن هكذا اللي هي رأيها ماشية للغرب يعني عندهم تقريب النفس ستيل تاعة الغرب ولكن بمسحة تركية لكن عندهم طابعهم هو أنك مثلا في المأكل في الملباس حتى في اللونغاش تاعة مفيدك يعني لما أنت تدخل من المطار تروح الناس يعني تشتغل تروح مثلا المطار رأي الناس تشتغل الطرقات تلقها كيفاش الفاندق كيفاش الأماكن السياحية كيفاش والناس رأي تشتغل 24 إلى 24 ورهم لا شك هو أنه رهم هما قطعوا بأشواط لكن الجزائر ما هيش ما هيش بعيدة رأينا شفنا الدول العديدة والله العظيم الأشياء الموجودة في الجزائر والله ما تسعى في دولة في العالم وهذا مش الزخ وإنما حقائق لا يعرفها إلا الإنسان اللي خرج بطبيعة الحال الإشكال وينراه هو أنه ما عندناش إعلام سياحي للأسف شديد المفترض هو أنه الدولة الجزائرية يخموا باش تكون فيه قانات سياحية وهذا الموضوع رأنا تكلمنا عليه مش الآن تقدروا تدخلوا للصفحة نتاعي على اليوتيوب تلقوا الموضوع تكلمنا عليه في 2016 على إذاعة وطنية وأعتقد وقيل إلى ما خافت خانفنش الزاكرة أعتقد كان آخر موضوع منه أغلقت الإذاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر